خلينا أبدأ بك يا أحمد وقول لي أخبار المباراة إيه من وجهة نظرية أولا أنت معاك نتائج كل المباراة التي تلعبت في دورة أبطال إفريقيا لو تقدر تقولها طبعا بداية أنا شايف بداية كويسة جدا قبل البداية أقول إيه النتائج النتائج المباراة في المباراة كلها يمكن أول حاجة المريخ السوداني مع أهل ترابلوس الليبي المريخ السوداني كسب في السودان 2-0 المباراة الثانية ينجي أفريكانز التنزاني اتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في تنزانيا المباراة الثالثة بطل توجو مع الهلال في السودان بطل توجو مع شبابة القبائل في توجو 2-1 ليه شبابة القبائل بيترو أتلكو الأنجولي وفريق بطل جنوب أفريقيا كبتاون 3-0 لبيترو أتلكو الرجاء المغربي كسب بطل النيجر في النيجر 2-0 قدامنا النتائج على الشاشة فيعتبر الرجاء خلاص يعني صعد 2-0 برا ملعب برضو بتشوف الفرق اللي كسبت برا ملعبها مين بتعرف ان الفريق ده عنده شخصية بطل نوعا ما يعني شبابة القبائل كسب برا ملعبه الرجاء كسب برا ملعبه المازين بيتعادل 0-0 مع بطل أغاندا النادي الأهلي طبعا كسب للتحدي المنستري 1-0 بص بقى عن نتيجة سانداون سانداونز كسب 7-0 كسب بطل سيشل 7-0 نتيجة كبيرة أكبر نتيجة في المبارات دولة الـ 32 التراجة التونسي خسر من بطل نيجيريا 2-1 في نيجيريا الوداد المغربي خسر من ريفرز برضو نيجيريا 2-1 في نيجيريا بس طبعا الوداد والتراجة عندهم فرصة ان 1-0 يصعدوا على ملعبهم بريميرو دو عوستو الأنجولي خسر من سيمبا التتزاني 3-1 في أنجولا يعني سيمبا كسبت 3 برا ملعبها حرية الغاني كسب أسك مموزة برا ملعبه 1-0 برضو من الفريق اللي كسبت برا ملعبها نادي الزمالك كسب 1-0 بس المباراة في القاهرة يعني طبعا لكن هي تعتبر خارج القاهرة لكن المباراة تم يقابطها في القاهرة شباب بلوزداد خسر من دوجوليبة المالي 2-1 برج العرب الفرق اللي كسبت برا ملعبها حرية الغيني سيمبا التنزاني النادي الأهلي الرجائي المغربي بيترو أتلكو شبابة القبائل دي الفرق اللي هي كسبت وعلى فكرة التصنيف لو الفرق فضلت ماشي كده أو يعني ما حصلش مفاجأة من المفاجآت التصنيف الأول هيبقى النادي الأهلي في دور المجموعات النادي الأهلي الوداد المغربي الترجي التونسي الرجاء المغربي ده التصنيف الأول لا أقولنا تاني لو شمعت الأهلي والوداد والترجي والرجاء ده التصنيف الأول الأهلي والوداد والترجي والرجاء دول الأربعة دول الأربعة اللي في التصنيف الأول لو ما حصلش أي مفاجآت والنتاج مش طبعا زي ما هي ده متوقع طبعا التصنيف الثاني سانداونز نازمبي الزمالك حرية يعني مثلا لو كده ممكن أهلي وزمالك لو لو إن شاء الله ربنا كرمنا وصلنا والزمالك وصل لدور المجموعات يؤمننا الممكن ممكن أن نحن نبقى في مجموعة واحدة وخلالك دي في السنية الأخيرة كان الموضوع ده كان مكرر يعني كان على طول الأهلي تصنيف أول وزمالك في التصنيف الثاني فكان دايما الفرص أن الأهلي وزمالك في مجموعة واحدة موجودة في أخير كم سنة تاني أو تالت أو رابع أو خمس أو عشر برضو لكن الهلال والمريخ ما يبقوش مع بعض والوداد والرجاء ما يبقوش مع بعض لأنهم في تصنيف واحد لكن النادي الأهلي يبقى مع الزمالك في مجموعة واحدة لأن الزمالك تصنيف تاني والنادي الأهلي تصنيف أول فدي أبرز النتاج اللي حصلت